بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد انتشر مقطع لشخص أتى بمصحف وأتى بقطة ووضع لها الطعام حول المصحف هكذا فلم تطأ المصحف فنشره الناس على أن هذه معجزة من معجزات القرآن الكريم وهي في الواقع سخرية الدين الإسلامي دين عظيم كلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم كلام عظيم كلام معجز معجزة الله سبحانه وتعالى الكبرى لا يعني ينزل بها الإنسان إلى هذا المستوى يضعه على الأرض ويضع قطة ولم تدس عليه القطة إذن هذا كلام فارغ هذا كلام عندما يراه الكافر يسخر من الإسلام ومن أهل الإسلام يظن أننا أهل خرافة والذي زعجني وجعلني أسجل هذا المقطع أن هناك من قلده يعني لم يكتفوا بفقط نشر هذا المقطع الغريب العجيب هناك من قلده ونشر مقاطع أخرى مصيبة مصيبة أن ينحط تفكيرنا إلى هذا المستوى يعني الآن هذا كتاب لذيكتور هوغو قصة البواساء المعروفة رواية هل ستطأها القطة إذا وضعت لها الطعام؟ هل إذا وضعت لها الطعام ولم تطأه؟ هل هذا يعني أنه معجزة؟ فأنا سأفعل ذلك لنرى تتجنب الوطع عليه لا يمكن لا تطأوا شيئا غريبا هكذا القطة أصابها الملل هكذا القطة لا تطأوا شيئا غريبا فهذا لا يعني أن كتاب فيكتور هوغو أصبح معجزة فإثباته أو محاولته يعني القول بأن القرآن معجزة لسبب تافه كهذا يجعل القرآن بنظر كثير من الناس ليس بمعجزة فهذه إساءة لدين الإسلامي وإساءة لكتاب الله سبحانه وتعالى الله جعل الآيات في الكون وفي الأرض وفي الفلك وفي كل شيء الله جعل الآيات حتى في أنفسنا وفي أنفسكم أفلا تبصيرون الله جعل كتابه كله معجزة ليست المعجزة أن القطة لم تطأ الكتاب فنرتقي بفكرنا ونتعلم قبل أن ننشر مثل هذه الأمور التي تسيء لديننا لا تنشروا كل شيء يا إخوة لا تنشروا لا تنشروا كل شيء لا تنشروا ما ليس من دين الله لا تنشروا ما ليس موثقا ما ليس معروفا ما ليس بهدى هذا ليس هدى قطة لم تطأ المصحف هذا ليس بهدى انشروا الهدى انشروا كلام الله سبحانه وتعالى لو نشروا آية من كتاب الله سبحانه وتعالى خير من خير من القطة وصاحبها والمقطع وكل ما نشر من مثل هذا آية واحدة من كتاب الله انشروا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا انشروا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور انشروا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أما قطة المصحفة هذا كلام الله عجيب والله عجيب والله مثل هذه الأمور يعني تؤرق أصحاب العقول عندما ينشر مثل هذا لنصبح في نظر الناس يعني ليسخر الناس مننا بسبب من ينشر هذه الأمور والسلام عليكم ورحمة الله